السلام عليكم رجعنا وياكم الدرس الجديد من سلسلة دروس التعليمية البرنامج Google Classroom رح نتعلم بهذا الدرس هو كيفية ضبط بعض الاعدادات المهمة في هذا البرنامج وكذلك كيفية ترتيب المواضيع الدراسية وكيفية نسخ صب دراسي وحثة رح يكون الشرح فقط على نظام الحاسبة باعتبر انه نظام الحاسبة رح يوفر لك خيارات اكثر من ما وجود في تطبيق Google Classroom بالموبايل نبتدأ من حاضرتنا اول امر رح نقوم به هو عملية وقف الاشعارات اللي توصل للايميل احنا نلاحظ من نشر منشور ويبدون الطلبة يعلقون على هذا المنشور نلاحظ منه رح تجينا كم هائل من الرسائل على الايميل وخصوصا لو كان الصف يحتوي على العدد كبير من الطلاب وهنا رح نلاقي صعوبة في ايجاد بعض الرسائل اللي رح تجينا عن طريق الايميل وهي قد تكون رسائل مهمة فاول امر رح نتعلمه بهذه المحاضرة هو ايقاف الاشعارات اللي تصل من برنامج Google Classroom الى ايميل الاستاذ رح نروح الى اعلى يمين الشاشة نفتح الخيارات الجانبية ونذهب الى خيار الاعدادات رح نلقى بالاعدادات اكوء الاشعارات هنا انا اموقف تلقي اشعار عبر البريد الالكتروني فانت لو هذا الزر عندك منفعل حاول ضلقه حتى الاشعارات بعد ما توصل للايميل تقدر هنا كذلك تغير الصورة الشخصية مالتك عن طريق الملف التعريفي بعدها رح نروح للصف الدراسية انا مسوي صف تعليمي كاتب علي صف تعليمي احبتها وراح ابدي اتعلم بعض الامور اللي واجب ان اسويها بهذا الصف الدراسي اول شي رح اروح الى اعلى يسار الشاشة واروح الى خيار الـ Sitting الامور الواجب اسويها هنا بهذه الاعدادات اللي هي ساحة المشاركة نلاحظ بساحة المشاركة عندنا ثلاث خيارات خيار يمكن للطالب النشر والتعليق لا يمكن للطالب سوى التعليق لا يمكن لأي شخص النشر او التعليق سوى المعلم طبعا هنا الخيار اللي المفروض احنا نختاره هو لا يمكن للطالب سوى التعليق ليش انا اختار هذا الخيار باعتبر انه الطالب لو افتح لمجال النشر والتعليق رح يقدر ينشر منشوره بالـ Classroom زيانا الاستاذ الطمادة تعليمية وراد الطلاب يطلعون عليها واجهوا خمس طلاب ست طلاب سبع طلاب نشروا منشورات هنا نماد بالتعليمية اللي نشرها الاستاذ رح تكون بالمواضيع السابقة وما رح يقدر يطلع عليها الطالب اللي رح يدخل لـ Classroom فلاحظ انت هنا لو تفعل هذا الخيار انه يمكن للطالب النشر والتعليق شنور رح يصير لـ Classroom ورح يصير عدم تنظيم لهذا الصف الدراسي فالخيار اللي المفروض احنا نفعله هو لا يمكن للطالب سوى التعليق هنا الطالب يقدر يعبر عن رأيه عن طريق شنور التعليق في المنشور الدراسي اللي رح ينشره بالاستاذ كذلك من الخيارات اللي تقدر تفعلها هنا هو برنامج الهانغرس ميتنج تقدر تفعل هذا الخيار وتخليه مرئي للطلاب بحث ميتريج تسوي ميتنج للطلاب تقدر من خلال تفعيل هذا الخيار والرابط هنا طبعا رح يظهر بهذا الكلاس من اسبع هذا الخيار رح يكون هذا الرابط ظاهر للطلاب مجرد انه تحدد موعد الجلسة وراح يكونون الطلاب حاضرين معك بهذه الجلسة هنا ما عدنا بعد شي بهذه الاعدادات طبعا هنا اي تغيير تسوي تروح الخيار الحفظ وتحفظ هذه التغييرات الان رح نتعلم شنون نرتب المحاضرات الدراسية مالتنا كذلك الاسئلة والنشاطات رح اروح الى خيار الواجب الدراسي أنا هنا ما بحض premiers دقين رح أبدي اقations والدراسية الان واردبها على شكل مواضيع اروح على خيار انشاء وأريد أضيف ماده دراسي رح اروح للمواد فا动 ابدأ أحمل الماده رح اأخيم الماده هنا المإتخاذ هو المده لديها بموضوع وهذا الموضوع أنا بما أنه عندي محاضرة راح أسميها المحاضرات أو أسميها محاضرات PDF هذه هنا راح تكون المحاضرات ضمن موضوع وهذا الموضوع راح يصير اشنو نحن نسميه فولدر مثل الفولدر يحوي هذه المحاضرات مثل ما نلاحظ محاضرات PDF جواها محاضرة واحد هسنا أنا دي سوي مهمة اختبار مهمة الاختبار هنا راح أسمي مهمة مثلاً أجل عن السؤال الآتي أنا راح أسويها هذه بعدها راح أروح أنشئ موضوع وراح أسمي هذا الموضوع هو اختبارات مثلاً اختبارات اسبوعية هس هنا راح يصير عندي كذلك مثل الفولدر ثاني يحوي الاختبارات هذه العملية هي عملية ترتيب للمواضيع بالكلاس كذلك مثلاً أريد أوجه مادة دراسية للطلاب وهذه المادة الدراسية قد تكون مجموعة من الأسئلة أقدر أسميها بنك الأسئلة راح أروح إلى خيار إنشاء وأقول له مادة دراسية هنا راح أخلي المادة الدراسية اسمها بنك الأسئلة أو تقدر أسميها مثلاً أسئلة الفصل الأول أو الثاني أو الثالث أنا هنا مسميها بالكلاسروم بنك الأسئلة ووضيها مثلاً رقم واحد اعتبارها حقاً لأكثر من الموضوع يتضمن بنك للأسئلة هنا راح أنشئ موضوع وأسميه بنك الأسئلة طبعاً أنت مخير هنا شنو اللي تريد أضيفه أنت بعد من هذه المواضيع الأمر يعود إلك هس اللي سويت آني بنك للأسئلة الاختبارات الأسبوعية والمحاضرات كذلك مثلاً أنا أريد أسوي نشاط للطلاب راح أروح إلى خيار إنشاء موضوع وأسميه نشاط كتبت الموضوع نشاط وخليت هنا نشاط واحد باعتبار أنه سنة دراسية بها أكثر من نشاط دراسي راح أوجهها للطلاب هسا إذا تلاحظون صار عندي الواجبات الدراسية على شكل فقدراء وكل مهمة راح أوجهها للطلاب راح تكون ضمن موضوع محدد هي مجرد تنظيم للصف الدراسي اللي ينشأه الأستاذ هسا أنا أريد أرفع محاضرة وصل وقت المحاضرة للمفروضة الرفع للطلاب راح أروح إلى إنشاء وأقول للمواد وهنا راح أرفع المادة بعد أن أضغط على خيار التحميل وأكتب مثلاً المحاضرة رقم 2 راح أروح إلى المواضيع وراح أختار محاضرات PDF باعتبار أن المحاضرات خليتها ضمن موضوع محاضرات PDF هنا أرفعت المحاضرة الثانية ضمن موضوع محاضرات PDF هسا أنا لاحظ ترتبت المحاضرات مثلاً أنا أريد أرفع بعد محاضرة ثالثة راح أروح إلى إنشاء وأقول للمواد وأرفع المحاضرة مالتي هنا لو رفعت المحاضرة مالتي ونسيت أخليها ضمن الموضوع يعني راحت بموضوع وحدها بدون تسمية مثل ما ألاحظ أمامكم أنا هنا سميت المحاضرة محاضرة ثلاثة ورأساً ضغطت على خيار المشاركة ونرفعت للطلاب نلاحظ أن هذه المحاضرة ما كان إلها موضوع اللي راح أسوي هنا راح أضغط على الخيارات وأقل له خيار التعديل بعد أن أضغط على خيار التعديل راح أروح للمواضيع وأرجع أضيف محاضرة ثلاثة إلى محاضرات PDF راح تنقل محاضرة ثلاثة إلى محاضرات PDF طبعاً أنت إذا تريد ترتب هسا الصف الدراسي مالتك كل اللي يسوي تروح لكل موضوع أنت نشرته بالواجبات الدراسية وتبدي تنشئ له موضوع يعني لو عندك أنت بدي خمس نشاطات راح تروح لواحد من النشاطات تسوي له تعديل وتنشئ له موضوع وتكتب عليه نشاط بعدها النشاط الثاني مجرد أن تسوي له تعديل تنقله مباشرة إلى موضوع النشاطات وبعدها تقدر أنت ترتب صف الدراسي مالتك مثل ما وضحنا السابق طبعاً إذا تلاحظون على الجانب اليمين أكو جميع المواضيع وأكو جوها نشاطات بنق الأسئلة الاختبارات الإسبوعية محاضرات يعني أنا مثلاً أريد أدخل على واحد من هذه الخيارات أدخل مثلاً على بنق الأسئلة أو الاختبارات الإسبوعية مجرد أنه أضغط عليها فقط راح تنفتح لي الاختبارات الإسبوعية أو المحاضرات أو النشاطات هنا ما راح تفتح لك بقية المواضيع أو تضغط جميع المواضيع راح تطلع لك المواضيع اللي أنت قمت بإنشاءها حسا بعد ما رتبنا الواجبات الدراسية راح يكون سهل على الطالب عملية البحث عن المواضيع يعني الطالب مجرد أنه يروح للواجبات الدراسية مثلاً يريد يروح يبحث عن المحاضرات راح يروح إلى موضوع المحاضرات ويبحث عن المحاضرة اللي يريدها أو يروح للبنق الأسئلة ويطلع على مجموعة الأسئلة اللي وضعها الأستاذ أنا هسا راح أدخل كطالب وراح أشوف الواجبات الدراسية وكيفية ترتيبها هذه المواضيع اللي موجودة بساحة النشاط أنا راح روح للواجبات الدراسية أضغط الواجبات الدراسية راح ألقاها على شكل نشاط بنك أسئلة الاختبارات الأسبوعية ومحاضرات البي دي اف هنا أي محاضرة أريد أنزلها راح مجرد أضغط عليها وأبدي أنزلها أو أقراها مباشرة هسا راح نجل نتعلم شلون ننسخ الصف الدراسي شا أقصد عملية نسخ الصف الدراسي عملية نسخ الصف الدراسي أنه تنسخ جميع محتويات هذا الصف من محاضرات من أسئلة من بنك أسئلة تنسخ أي مهمة وجهتها للطلاب في الصف الدراسي بس هنا راح تكون عملية النسخ على شكل شنو مسودات يعني ما راح تكون منشورة وكذلك عملية نسخ الصف الدراسي راح يكون كل محتوياتها مع عدد طلبة يعني ما راح تنسخ الصف الدراسي الطلاب ما رح ينسخون معه فقط اللي رح ينسخ هي المواضيع الدراسية لو نلاحظ انا هذا الصف التعليمي اريد انسخه اروح للخيارات اضغط على خيار النسخ رح انتظر فترة رح انتظر فترة يقوم بها بعملية نسخ الصف الدراسي بكل محتوياته وقلنا كل محتوياته مع عدد الطلاب اذا تلاحظون هنا انه عملية النسخ كانت لجميع محتويات الصف الدراسي وكذلك انه هذا النسخ رح يكون على شكل قنا شنو مسودات يعني شنو مسودة يعني هنا هذا النشاط او هاي بنق الاسئلة او المحاضرات ما شاركتها مع الطلاب فانت هسه من تبدي الصف الدراسي قد يكون هذا الصف الدراسي للعام الدراسي القادم بعد ان تقوم بعملية اضافة الطلاب الى هذا الكلاس راح تبدي تنشر المواضيع بصورة السلسلية وشلون اقوم بعملية النشر مجرد انه اروح على خيارات واقل تعديل بعدها منغاشرة اقل مشاركة طبعا هنا تقدر تغير كذلك حتى المحاضرة ماتك انه تنسح المحاضرة القديمة وترفع بدلها محاضرة جديدة اذا تلاحظون جميع المواضيع تم نسخها من النشاطات بنق اسئلة اختبارات الاسبوعي وكذلك المحاضرات طبعا هنا تقدر تغير كذلك عنوان الصف الدراسي من خلال الضغط على خيار تعديل وتغير اسم الصف الدراسي مثلا انا كتب صف تعليمي للفصل الدراسي الثاني اقل لخيار الحفظ هنا حفظ لي اسم جديد لهذا الكلاس هو صف تعليمي للفصل صف الدراسي الثاني ارى سؤال يقول عملية نسخ الصف الدراسية رح اصير بها تأثير تراكمي رح يصير عندي صفوف متراكمة بمرور الوقت يعني عاني سنة عان سنة رح اصير عندي صفوف كله شو prepare ماذا سنسوي به هالحالة سنقوم بعملية ارشفها لهاي الصفوف ارشفها لوديها للارششية للالصفوف رح متستخدمها معظم ورسى طهل تبدو بالกระ الارشف رح نتعلم عن عن ارشف هذه الصفوف مثلا الان سابق klass aussظ فتعليمي 0-20 الان اذهب الى خيارات و اقل ال creature اضغط على خيار ال too الان اضغط اضغط على الصف五el بعد أن لا يوجد ضمن قائمة الصفوف الدراسية وينما سيكون متواجد بالأرشيف كيف سأدخل هذا الصف الدراسي الذي ستبقى للأرشيف أذهب إلى الخيارات التي هي أعلى اليمين وأنزل ألقى الصفوف المؤرشفة أضغط على الصفوف المؤرشفة ألقى هذا الصف التعليمي ضمن قائمة الصفوف المؤرشفة زينا هذا الصف بعد ما أعتازه أنا هم ما أريد بالأرشيف يصيران صفوف كل شوية عندي هذا الصف بعد ما أريده ماذا سأقوم بحذف أي صف دراسي سواء هذا الصف اللي موجود بالأرشيف أو الصفوف السابقة اللي موجودة كانت عندي ضمن صفوف المؤرشفة هناك لازم كل صف تريد تحذفه وتوديه للأرشيف ومن الأرشيف تحذفه ما الذي سنفعله سنضغط على الخيارات نجد الخيارات عندنا نسخ لو تريد تنسخ هذا الصف مرة ثانية وتوديه لقائمة الصفوف أو تريد استعادة نفس هذا الصف بترجعه إلى قائمة الصفوف أو خيار الحذف اللي من خلاله راح تحذف هذا الصف نهائيا من قائمة الصفوف اللي موجودة عندك فلو نريد نحذف هذا الصف نضغط على خيار الحذف ونقول له حذف هنا هذا الصف تم حذفه من الـ Google Classroom الخاص بك وصلنا إلى نهاية محاضرتنا تعلمنا بهذه المحاضرة كيفية تغيير بعض الإعدادات المهمة في Google Classroom كذلك كيفية ترتيب الصف الدراسي وكيفية تعديل ونسخ وحذف هذه الصفوف أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم بعض المعلومات اللي قد تفيد الأستاذ إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة